من جانبه قال البروفيسور أليساندرو ساكيورو أستاذ كرسي الملك حمد بجامعة لاسبينزا بروما إن زيارة قداسة البابا فرانسس تؤكد على ما تتمتع به البحرين من تعايش سلمي وتدعو دائما إلى نشر القيم الإنسانية والحوار إن زيارة قداسة البابا إلى البحرين تؤكد على ما تتمتع به البحرين من مناخ التعايش السلمي وأن السلام هو الحل الوحيد للتقارب والعيش بأمان وهذه الزيارة ستساعد في تعزيز مبادئ حرية الأديان وتشجع على الحوار والسلام في جميع أنحاء العالم هذا العالم الذي يثمن مبادرات جلالة الملك حمد في تعزيز القيم الإنسانية القائمة على التعايش وتقبل الآخر حتى باتت البحرين نموذجا استثنائيا في التعايش السلمي ترجمة نانسي قنقر